لأنه أنا محمل بهذا السؤال والله يعني أماناً أنا لازم أسأله لحضرتك فيه ناس كتير قوي قوي عندهم ما يشبه اليقين أنه بعد ما أخدنا التطعيمات الخاصة بالكورونا أصبحت الحالات المرادية دي لما بتصبنا بتصبنا بشكل أكثر شراسة فهل دي تصورات خاطئة أو إشعاعات ولا دي حقيقة ولا إيه بالزبط لا شك إن هي ملهاش برامتر معين ملهاش من القياس ملهاش من القياس بالمرة فيه ناس أخدوا الكورونا كذا مرة وخفوا وبدون التطعيمات التطعيمات وبدون مضعفات مستمرة وإحنا قرينا كتير قوي في البيروديكس يعني إنه فيه ناس أخدوا الكورونا وثبت عندهم أثر ثبت عندهم أثر في جسمهم أنا مش هخوف الناس لكن خلاص فيه بقى حاجات مع الكورونا بس بتستمر يعني مثلا ضعف الشام ده بيرجع بيتحسن يعني فيه ناس بيقلقوا منه سرعة ضربات القلب أو مثلا ارتفاع الحرارة أو الكحة اللي بتقعد شهور كل دي مش من مضعفات المستمرة لكن هو فيه فعلا بس ما لهاش علاقة بالفاكسينات هم يعني فيه دلوقتي دي بيت إن هل الفاكسين فعلا فاد العينين بتوع الكورونا ولا لأه يعني هو الجدل المصار حول جدوى الفاكسين جدوى الفاكسين من الأساس آه ده أساسا إنما فكرة إن الفاكسينات أو قصدي الأمصال اللي هي تطعيمات الكورونا كان بقى مع اختلاف الشركات واختلاف الجرعات فكرة أسانا بقول لحضرك ده بناء على كلام ناس كتير قوي يعني بغض النظر عن اقتناع نبيه أو عدمه نظمو إحنا الأمانة تقتضي إن إحنا لازم نطرح هذا الأمر مع العلماء اللي زي حضرتك إحنا شوفنا ناس أخدوا التطعيمات وجالهم أكتر من مرة ده أنا كمان اللي كنا باستغرب له والدكاترة اللي سامعيني ناس ما خرجش من بيته التلاتة شهر وجاله كورونا وجاله كورونا جواني وناس تانين زي المخلطين الدكاترة مخلطين يعني لم يصب بيها لم يصب بيها كويس طيب هتقول لي إيه هو علاج الكورونا اللي هو علاج كورونا لا لغاية دلوقتي ما استنفذوش منه حاجة ممكن في المستقبل أو دلوقتي بتكون وإحنا قاعدين دلوقتي حاجة بتتأمل حاجة تكتشف تكتشف وحتوصل في يوم الأيام لكن إحنا عندنا حاجات مثلا بقالها سنين طويلة زي الإيدس آه يعني لغاية النهاردة آه إحنا معرفناش يعني نقضي عليه بالظبط إنما وفي حاجة تانية قادينة عليها زي بارسي مثلا قادينة عليه صحيح طيب إذا ما تقدرش حالك تحط الكورونا في أنهي كاتيجوري دلوقتي آه يعني المرضى أنا بقول ليه بأطرح هذا الموضوع آه يعني المرضى اللي بيعانوا من الدور الأنفلونزا المنتشر حاليا آه يستحسن ما يربطوش ده زهنيا بالمرة هو نفسهم بالكورونا أو بتطعيمات الكورونا بالمرة بالظبط لأنه ده لو أقول لحد دك ده شبه يعني مش عايزة بالغ بس بقى فيه شبه إجماع على اللي أنا بقوله ده وأنا الحقيقة لما بتسيل نفس السؤال بقول لهم جماعة ما فيش سند علمي للي أنتوا بتقولوه ما فيش سند علمي إحنا من بعد ما خدنا التطعيمات ما كناش بنعي بهذه الدراوة ما كناش بنعي بهذه الدرجة طبيعة النفس البشرية أيوه طب إحنا طبيعتنا هنعيش كده هنعيش كده هنعيش كده أنا جالي كذا أنا أسكنت أخد أيوه أنا ده إيه أنا من ساعة ما رجلك من 10 سنين وأنا ممشيش كويس من يوم مشلت اللوز وأنا بيجيري كذا وعياء بالظبط معلش دي طبيعة النفس البشرية أيوه أنا بقول ده علشان الناس نخفف على نفسها بس الأوهام والاعتقادات لأن لسه حداك بتطمننا الله وأكبر ده دور عادي دور برد وأدوات العلاج الخاصة بيه سهلة ومتاحة وبيروح دي بتبتدي من لا علاج من لا علاج وتقوية المناعة وزي ما قلنا بس شوية رياضة نوم كويس التغذية وكذا ونعالج على قد المرض يعني جدء رشح بنيدي حاجة للرشح صحيح علاج الأعراض علاج إحنا من عندك أعراض وليست أمراض أيوة بالزبت كده يعني الاطمئنان اللي حضرتك طمنتنا بيه دلوقتي ده ويعني شيء جميل والتنوير اللي حضرتك عملته معنا خلال هذه الساعة شيء أجمل وإحنا بنشكر حضرتك جدا والوقت فات بسرعة ولكن سيبقى أثر هذا الحديث سيبقى أثر هذه الحلقة كل اللي شافوها وكل اللي تابعوها أكيد استفادوا منها بشكل أو بآخر وأنا بدعوهم أنهم ينقلوا هذه الاستفادة إلى غيرهم ترجمة نانسي قنقر